موسيقى أهلا بكم في مرايا مثل ما تقول الأغنية الشهيرة يوم ورا يوم يوم ورا يوم قضية بعد قضية يتضح لنا أنه خيوط الإرهاب ومن الجناة طبيعة الجناة والمدبرين لمعظم الحوادث الإرهابية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط اللي هي بلداننا يعني والعالم العربي بل وكثير من أجزاء العالم كله حتى مش بس العالم العربي معظم الخيوط تقود إلى محرك الدمى الأكبر زي لعبة العرائس اللي هو المخطط والمشرف الخميني أو الموعز خذ عندك على سبيل المثال بس اغتيار رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إيران تفجيرات الكويت في الثمانينات ومحاولة اغتيار الأمير الراحل جابر الأحمد إيران تفجير الكنيس اليهودي في بيونسايرس بالأرجنتين إيران يمكن الأمثلة هذه اللي ذكرناها على سبيل بس التمثيل للحصر معروف أنه إيران وراها لأدلة واضحة من بدلي بس الجديد أنه قضية مثل قضية تفجير الطائرة طائرة البان أمريكا الأمريكية طبعا فوق بلدة لو كربي في اسكتلندا في ديسمبر 1988 بعد أقلاعها من لندن إلى نيورك كانت تقف خلفها الأصابع الإيرانية لأنه المشهور كان أنه ملف له كربي كما نعلم اتهم به النظام الليبي أيام الرجل الأخضر أن نسميه القذافي وعلى ذكره هو مش بريء القذافي ولا نظامه بريء من هذا الأمبيل بالبعله يعني هو انتهام صحيح في جانب منه لأنه القذافي مثل ما نعرف هو رجل العصابات والتفجيرات والمؤامرات لكن الحقيقة أن المدبر الفعلي والآمر والمسهل والمكلف تتركك من الأدوات هو وزير الداخلية الإيراني والمقرب من الخميني نفسه وبأمر مباشر من روح الله الخميني اللي هو علي أكبر محتشمي بور طبعا هذا الكلام حسب المعلومات التي نشرتها الديلي ميل البريطانية وصحف بريطانية أخرى خلال الفترة الأخيرة نقلا عن كتاب المؤلف الأمريكي الجديد الكتاب طبعا مش المؤلف دوغلوس بويد بالمناسبة علي أكبر محتشمي بور هذا وزير الداخلية الإيراني أنذاك والذي يعد من أهم قادة النظام أخذ عندك الخبرية الحلوة هذه اللي قلنا هو وزير داخلية إيران وقت الخميني هو من المؤسسين لميليشيات حزب الله لبناني وهو طبعا العراب حق تفجير طائرة لو كربي طبعا اللم الحلوة هذه لم تقف عنده نظام عربي مراهق وخطر مثل النظام القذافي أو نظام عقائدي رهابي مظلم مثل النظام الخميني لازم تكتمل الحبة هذه واسطة العقد بشوية مناظلين وصخابين عرب وبنادق ربما في بعض الحين تكون مؤجرة فكانت أدلة أيضا حسب كتاب هذا الباحث تؤكد مسؤولية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة اللي طبعا معروف أنه قايدة أحمد جبريل اللي هو جزء من محور إيران وتوابع إيران لأنه تم تكليفه بالمهمة من قبل الحكومة الإيرانية وكله باسم القضية الفلسطينية الواقع أنه لو قدر لنا محققين ومتقصين شطار زي الباحث هذا لتبين أن كثير من الحوادث الإرهابية الشهيرة التي نسبت لمنفذين أو مسهلين زي جماعة أحمد جبريل الفلسطينية أو النظام القذافي الأخضر العجيب طبعا عشان ينفهم الكلام احنا ما نبريهم بس نقولوا أنه فيه لاعب خلف المسرح أيضا هم مجرد وسائط وسيطة لأنه النبع الأصلي كان مختفي عن الأنظار وصامت العقود اللي هو المخطط الخميني نفسه وحين أقول المخطط الخميني أقصد النظام الإيراني الحاكم منذ حوالي أربعين سنة مش شخص الخميني نفسه لأن الخميني مات وياما في الجراب يا حاوي وياما في الاعترافات المتأخرة من حقائق طال انتظار البوح بها للناس بعد 32 عاما معلومات جديدة كشف عنها ابن النائب السابق للخميني تؤكد تورط الحرس الثوري في وضع متفجرات في حقائب حجاج إيرانيين عام 1986 أحمد منتظري ابن المرجع الشعي الراحل حسين علي منتظري والذي عينه الخميني في ثمانينيات القرن الماضي نائبا له كشف أن الحرس هو من وضع متفجرات في حقائب مائة حاج إيراني بينهم رجال ونساء طعنون في السن وهي المهمة التي فشلت بعد ضبط الشحنى على يد السلطات السعودية فما كان من الحرس الثوري إلا وضع اللوم على المسؤول عن حركة الحرس الثوري أنذاك سيد مهدي هاشمي صهر آية الله حسين المنتظري والذي كانت إيران ترغب بالتخلص منه ما أسرع الزمن والله أتذكر القصة هذه كويس ببساطة قصة قصة الحج هذه لأني أنا كنت حج في تلك السنة وأتذكر كأني أراها الآن قلق وبنفس الوقت غضب الناس اللي كانوا في المشاعر يعني منا وعرفات الآخرة من إرهاب العصابات الخمينية في مكة وبموسم الحج وهكذا أيضا يتذكر الحادثة الذهن السعودي العام بتاريخ الثالث من ذي الحج عام 1406 للهجرة تمكنت سلطات الأمن والجمارك من إحباط محاولة لتهريب 51 كيلو جرام من مادة سي أربعة شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاد الطائرة الإيرانية وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الأنواح الخشبية وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلو جرام الجريمة أنه كان بعض هؤلاء يعني عواجيز وناس شيئين من القرى وأرياف والحرس الثوري ألزمهم أو ممكن ما يدرون المساكين ذولا بتحميل هذه المتفجرات على كل حال تاريخ النظام الخميني وعصاباته مع موسم الحج قديم وجديد تاريخ إيران مع الحج مليء بالجرائم والتي تحاول فيها تسيس الشعيرة وعدم تمكين الحجاج من أداء مناسكهم لكن الرد السعودي كان حازما خلال كل محاولة ففي العام 1986 تم ضبط 51 كيلو جراما من مادة سيفور مع حجاج إيرانيين وفي عام 1987 قام حجاج إيرانيون بشغب وتظاهرات سياسية وفي عام 1989 قام 16 حجا كويتيا ينتمون لحزب الله وبتنصيق إيراني بتفجيرات قرب الحرم المكي وفي عام 2016 حرمت إيران حجاجها من أداء الشعيرة بعد رفض السعودية طلبا إيرانيا بتمكين حجاجها من رفع شعارات سياسية خلال موسم الحج اسلوب معروف وهو اسلوب توظيف موسم الحج بأسكال مختلفة يعني لخدمة المخططات الخمينية هو اسلوب معلوم ومعروف حقيقة عملية إرسال متفجرات بحقائب حجاج من كبار السن هي بحد ذاتها عملية غير أخلاقية وشنيعة ومدانة في كل مقاييس القيم الأخلاقية الإسلامية وحتى غير الإسلامية الإنسانية لكن لماذا الحكومة الإيرانية قامت بهذه العملية حكومة الدأي الإسلام ومنظريها مثل لاريجاني وقيرهم ينظرون بأنها أم القرى للمسلمين كيف أم القرى للمسلمين تحاول تفجير أهم مقدسات المسلمين ومكة المكرمة هذا كان الحكومة الإيرانية حقيقة تهدف من وراء هذا العمل الشنيع هدف بين وهو أرادت أن توحي بأن المملكة العربية السعودية غير قادرة على إدارة موسم الحج ومراسيم الحج لكن هذه العملية بحمد الله باءت بالفشل ولم تتمكن الحكومة الإيرانية من تحقيق أهدافها السيئة الخلاصة أيها الكرام إحنا مش بنقول هذا الكلام من باب تحميل إيران إيران الخمينية كل شرور العالم أنه عندنا هوس وفوبيا وصرعة تجاه إيران لأنه أكيد فيه أشرار آخرين غير إيران بس الأكيد أن الأشرار عادة يعرفون بعضهم يحنون على بعضهم ويتعاونون مع بعضهم جيد ويخدمون بعضهم في سوق السوق نعم مصنع الشر ومفاعل الإرهاب المشع على أرضنا وسمائنا منذ ربعين عاما هو النظام الخميني وشبكات هذا النظام العالمية قولا واحدا قال ثابت ابن قطنة من شعراء صدر الإسلام ولا تحسبن الغدر حزما فربما ترقت به الأقدام يوما فزلتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر